المرجع الجامع لشرائط الذي يشخ على نفسه هو هذا الذي سيجيش الجيوش كي يحارب الولايات المتحدة الأمريكية مثلا ننتقل إلى محمد الشيرازي إلى تحفة أخرى إلى تحفة أخرى وإنما جئت به لأنه على طرف نقيض للعداء الشديد فيما بينهم فيما بين الخوئي والشرازي الخوئيون والشرازيون مثل البزونة والشلب بالضبط شلوان البزونة والشلب الخوئيون والشرازيون الأمثلة تضرب ولا تقاس مثل البزونة والشلب هذه الرسالة العملية لمحمد الشيرازي المسائل الإسلامية الطبعة الخامسة والعشرون ألف وتسعمية وأربعة وتسعين ميلادي دار العلوم بيروت لبنان يقول في صفحة 53 وقد يسمع الإنسان أن الحضارة الإسلامية كانت مثالية إلى أبعد الحدود هذا هراء سيد قط هراء حسن البنة متى كانت الحضارة الإسلامية مثالية إلى أبعد الحدود في الزمن الذي قتلوا الزهراء أم في زمن عثمان في زمن من في زمن معاوية والأمويين أم في زمن العباسيين أم في زمن الدولة العثمانية متى كانت الحضارة الإسلامية مثالية هذا منطق سيد قط فالرجل متشبع بالفكر القطبي من رأسه إلى قدمي هذا منطق المودود أساسا وبعد ذلك انتقل إلى حسن البنة المودود كان يقود مجموعة إسلامية في الهند في مواجهة الإنجليز فلأجل أن يظهر أن المسلمين كانوا على حضارة عظيمة كتب ما كتب من أكاذيبه تأثر بها حسن البنة وبعد ذلك تبناها سيد قط وانتقلت إلينا انتقلت إلى محمد باقر الصدر وانتقلت إلى محمد الشيراز وهذا هو منطق سيد قط منطق محمد الشيراز قذارة في قذارة في قذارة وقد يسمع الإنسان أن الحضارة الإسلامية كانت مثالية إلى أبعد الحدود وأن الإسلام متكفل لحل مشاكل العالم وأنه لو أعيد إلى الحكم صارت الدنيا جنة نعين عد من جو مقدم من التجارب موجودة سنية وشعية فما هو ذلك النظام وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر السفن الفضائية والذرة وكيف يحل الإسلام المشاكل إذا أخذ بالزمام إنها أسئلة تستحق الجواب سوف يحل لنا محمد الشيرازي المشاكل سأقرأ عليكم في الحقيقة لم أجد كلاما في كتب علماء الشيعة أسخف من هذا الكلام يساوي في سخفه كلام الخوئي الذي قرأته عليكم قبل قليل الخوئي يريد أن يجيش الجيوش جنب الأغا كي يحارب الكفار الحربيين سما ندري يشترط في المرجع الجامع الشراط أن يكون شخاخا أو لا هذا موضوع آخر صفحة واحد وستين الشيرازي يضع الأسئلة كي يجيب باسم الإسلام هل في الإسلام نظام للمحامات بهذه الكيفية بالكلام المتقدم الجواب ليس في الإسلام نظام للمحامات بهذه الكيفية ولا يحتاج النظام الإسلامي إلى هذه الكثرة من المحامين فإن الأمور تمشي في الدولة الإسلامية بيسر وسهولة وبساطة زين شنسوا بالمحامي ماذا يصنع الإسلام بالمحامين والموظفين الذين لا يعترفوا بهم إذا قبض الزمان إذا كان الزمان بيد الإسلام الجواب إن الإسلام يعين لهم المفروض أن يقول أعمالا هذه الأخطاء النحوية واللغوية موجودة في كتب المراجع على طول الخط إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية هذا الكلام لا معنى له يعني ما المقصود يعين لهم أعمالا عمرانية تقدمية ما معنى هذا الكلام هذا الكلام لا معنى له هذه تراكيب لا تدل على شيء إن الإسلام يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويدر عليهم من خزينة الدولة ما المراد يعين لهم أعمال عمرانية تقدمية ويعطيهم رواتب من خزينة الدولة الكلام لا معنى له ويدر عليهم من خزينة الدولة ما يساعدهم في شؤونهم حتى يتم لهم العمل الذي يريدون مزاولته وبعد هذا فهل يظن أن موظفا لا يقر الإسلام بوظيفته يتمرد على النظام الإسلامي إذا هيأ الإسلام له عملا يناسب مقامه من الأعمال الحرة العمرانية وساعده حتى تمكن من مزاولته بكل عز ورفاه وكذلك الإسلام يلغي المخامر يعني البارات ومصانع الخمور وكذلك الإسلام يلغي المخامر وعمل الفواجر وما أشبه مع الاهتمام لأن يوجد لهم عملا محللا ولهن للفواجر أزواجا صالحين هذا جيد نذهب إلى الجيش إذن لا يوجد في الإسلام محامون وهناك الكثير من الوظائف ستلغيها وهناك الكثير من الوظائف ستقوم الدولة الإسلامية بإلغائها وتعطى الرواتب لهم وتهيئ لهم المشاريع والأعمال وكذلك البارات والمخامر والعواهر والفواجر كل أولئك ستصرف عليهم الدولة الإسلامية أما الجيش هذا الجيش الذي سيقوده الخوء هؤلاء سيعدون الجيوش لأن الخوء قال من أنه على المرجع أن يعود إلى أهل الخبرة هؤلاء هم أهل الخبرة محمد الشيرازي وأمثاله السؤال صفحة 58 وهل في الإسلام جيش منظم الجواب نعم على أفضل صورة السؤال هل يوجد في الإسلام الجندية الإجبارية الجواب كلا فالجندية في الإسلام اختيارية إلا في حالة الاضطرار السؤال وكيف ذلك إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش يعني لا يوجد هناك جيش تعطى له رواتب الرواتب راح نعطيها علما للعواهر وللمحامي ما عندنا جيش بالدولة الإسلامية ساحات موجودة خارج المدن توضع فيها الأسلحة وأبناء المدن يذهبون يتدربون يعني مثلا ستوري أبو الشلغم بعد ما يكمل يبيع صفرية الشلغم مالته يجي يجيب عربانته يشدها بعمود الكهرباء ويروح إلى هذه الساحات يشوف لطائرة ايف 35 يصعد بيها يأخذ لبيها تشارخ لفر ويرجع بس قطعا قبل لا يطير ينتظر صبيح أبو اللبلبي على ما يخلص جدر اللبلبي ويجي يحط جدر اللبلبي يمر دارات حتى يضبط حركة طيران ستوري أبو الشلغم من يصعد بالأيف 35 أو بعدين يجيهم قدور البقار يجي على العصريات يسرسح على البرادة يروح يشوف قضية الأقمار الصناعية شلون يرتب أمورها هذا جيش محمد الشيرازي اللي راح يقود الخوة ذولهم ومراجعنا اللي الغرب يتراجف من عدهم تدرون لو ما تدرون الأمريكان مخبوصين متوقعين روسيا راح تتبنى خطة الشيرازي في اجتياح أوكرانيا وحايرين شلون يواجهون هذه الخطة الجبارة البنتاغون والاتحاد الأوروبي وقوات حلف النيتو ضباط الأركان مجتمعين الآن في الولايات المتحدة الأمريكية يحاولون يفككون أسرار هذه الخطة خطة محمد الشيرازي والخوئي ذولهم مراجعنا اللي من ننتقدهم على هذا على هذا الضراط يقولون الغرب دفع بهؤلاء العملاء ليش لأن الغرب يتراجف يتراجف من ذول المراجع من علمهم علم هذا علم هو هذا العلم إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك صدقوني أتذكر في السبعينات طلاب الثانويات في القسم العلمي كانوا يحوزون على معدل الثمانين والتسعين وبعد اختبارات يذهبون إلى روسيا لدراسة هندسة الطيران البعض منهم يبقى سبع سنوات البعض تسع سنوات البعض أكثر ويعودون ويعود وهو متخصص في هندسة أجنحة الطائرة بس من يجون للعراق كل شيء ما يعرفون إذن يستغل سانع عند المهندس الروسي من طائرات الميغا الروسية يصير بها شيء ذول المهندسين اللي يخرجين الإعدادية فرع العلمي واللي حصلوا على معدلات ما بين الثمانين إلى التسعين وراحوا درسوا سبع سنوات تسع سنوات وربما أكثر في روسيا وتخصصوا بجانب من هندسة الطائرة صدقوني مني يرجعون يشتغلون صناء عند مهندسين الطيران الروس ما يعرفون شيء هذا الحشي بالسبعينات والطائرات الروسية متخلفة ليست كطائرات الأمريكية ومحمد اشترازي يريد يسوي ساحات خارج المدن والناس من يتخلص شغل تروح تتدرب إن الدولة الإسلامية تعين ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك من غير فرق بين جميع العناصر كبارا وصغارا وبذلك يتدرب كل الشعب تقريبا وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش ماكو جيش ماكو رواتب ولا رتب ولا عاتب وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش بس العواهر ننطيه الرواتب والموظفين الليين بطلهم من شغلهم ننطيهم رواتب وننشئ لهم أعمال عمرانية تقدمية ما أدري شنو هي هذه على أي حال وترفع عن كاهل الحكومة نفقات الجيش كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم زينو الحدود يحميها والمطارات من يلزمها كما أن العاملين يبقون عند عوائلهم وعلى مكسبهم فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا هذا اشتحجوا يا مثلا شو تقول هذا شو تقول هذا فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين يعني مثلا يأخذ أخبير مثلا أخبير أخبير يصعد مثلا بالسمتية هذه السمتيات المتطورة يزرق بيها إلى آخر الأولاية ويرجع يأخذ لزرق ويرجع ساعة ساعتين فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا ثم يرجع إلى كسبه يرجع بشلغم ويبقى عند أهله فإذا دهم الدولة عدو وجب على الجميع المقاتلة دفاعا عن بيضة الإسلام والله بتلينا بيضة الإسلام هسه وين صار بيها مشان هذه ما ندري بتلينا بيضة الإسلام هسه الشبيرة هي صغيرة بيا صفحة ندور عليهم وما لاقين لحد صار لنا عمر أريد ذني ذني هذه بيضة الإسلام بيا صفحة موجودة ما ندري ما ندري عند المرجع حاطين ما ندري وين محاطين ما ندري إلى آخر كلام هكذا المراجع هكذا العلماء وهكذا تؤسس الجيوش إذا أنطي عذر لمحمد الشيرازي أقول الرجل المتخلث وعاش في زمن سابق ما هو صادق الشيرازي أخوه على نفس المنهج هذه المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة إنها الرسالة العملية لصادق الشيرازي الطبعة الحادية والعشرون من شرات الرشيد قموا المقدسة صفحة 47 الكلام هو الكلام هي الرسالة العملية لأخيه ولكن غير فيها بعض الشيء الكلام هو الكلام لكنه أضاف هاتين الكلمتين وهل بإمكان النظام الإسلامي أن يعود إلى الحياة في عصر الفضاء والذرة أضاف إليها وعصر الإنترنت والمعلومات يعني أن الكلام في هذه السنين صدقوني ما يرتبط بالمحامين والبارات والعواهر والفواجر الكلام هو هو موجود في صفحة 61 أيضا يُعطى للمحامين الرواتب إلى بقية الكلام وبالنسبة للجيش في صفحة 56 الكلام هو هو إن الدولة الإسلامية تخصص ساحات كبيرة خارج المدن مزودة بأقسام السلاح وتندب الناس إلى التمرين هناك في أوقات فراغهم إلى بقية الكلام فكل إنسان يتدرب يوميا ساعة أو ساعتين مثلا ثم يرجع إلى كسبه ويبقى عند أهله إلى آخر الكلام ماذا تصنع لهؤلاء الأغبياء هذا الكلام موجود في رسالته العملية المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة وأيضا موجود في رسالة ثانية له منتخب المسائل الإسلامي الكلام هو هو لصادق الشرازي الطبعة الثالثة دار العلوم بيروت لبنان وهذا الخطأ الإملاء هو ضح أيضا العمل بهذه الرسالة منتخب المسائل الإسلامية جائز ومبرئ للذمة إن شاء الله تعالى المفروض أن يكتب إن لوحدها وشاء الله تعالى لوحدها جعل كلمة إن ملتصقة بشاء إن شاء هذا هو حال مراجع الشيعة لا يحسنون الكتابة الإملائية هذا بخط يده إن كلمة لوحدها وشاء كلمة لوحدها جمع الكلمتين في كلمة واحدة فجاءت إن شاء إن شاء الله تعالى نفس الشيء في صفحة تسعة وعشرين الحديث عن المحامين وكذلك عن المخامر والفواجر في صفحة ستة وعشرين الحديث عن الجيش والكلام هو منتخب المسائل الإسلامية إذا كنت أعطي عذرا للخوع من أنه رجل متخلف ومن الجيل القديم وأعطي عذرا لمحمد الشيرازي من أنه رجل متخلف ومن الجيل القديم فماذا أقول لصادق الشيرازي الذي هو حي يرزق وهو أشار إلى عصر الإنترنت والمعلوماتية هذا هو الإسلام الذي تدعون إليه صادق الشيرازي يريد أن يسقط الحكومة في إيران الحكومة في إيران داخلة في صراع حول المشاريع النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي وهذا الأغى يريد أن يسقط الحكومة في إيران بهذه العقلية السخيفة المتخلفة هؤلاء هم مراجعنا الذين يرتجف الغرب منهم قلت لكم هذه خطة صادق الشيرازي الآن البنتاجون حير بها حيرين شنون راحوا يواجهون روسيا أو الصين لأن هناك أخبار أن الصين تريد أن تؤسس جيشها وفقا لهذه الرؤية ذنهم ومراجعكم اللي خايف منهم الغرب هذا الخوئي يريد يقود الجيوش في دولة يحكمها الظالم الفقيه الجامع للشراط الذي يشخ على نفسه في بعض الأحيان وذوله هذا محمد الشيرازي وهذا صادق الشيرازي يؤسسون الجيوش بهذه الطريقة القادة مثل ما قلت لكم ستوري أبو الشلغام وصبيح أبو اللبلبي وقدوري البقال وخضير أبو الباشا ذولهم راح يصيرون القادة والضباط ويشرفون أبو الشلغام إدارة القواعد العسكرية والمطارات والرادارات رجاء رجاء اعرضوا لنا صورة الجنرالات الأدميرالات الثلاثة اعرضوا لنا صورتهم هؤلاء هم الجنرالات الكبار هذا الخوئي وهذا محمد الشيرازي وهذا صادق الشيرازي متبسما لا أدري هل هو متبسم من مواجهة الخوئي مع محمد الشيرازي أم لأمر آخر أم هو متبسم لحديث هذا الذي أتحدث به هؤلاء هم الجنرالات أصحاب هذه الجيوش الجرارة والجبارة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر